السلام عليكم أصدقائي تحياتي للجميع رجعنا لكم بجولة سريعة على أهم الأحداث والتطورات التي تحصل بألمانيا الكثير والكثير من الأحداث حصلت بهذا الأسبوع وأغلبها أحداث متعلقة بأزمة الطاقة التي تشهدها ألمانيا من إعلان وزير الاقتصاد يعني هذا كان أحد أهم الأمور التي حصلت بهذا الأسبوع أعلن وزير الاقتصاد من حزب الخضر عن وقت نهاية المفاعلات النووية التي تولد الكهرباء وقال أن وقت النهاية هو بنهاية هذا العام بنهاية هذا العام كون الأمر جزء من خطة لحماية الفيئة وأيضا هذا الأسبوع كان هناك تحذيرات من انقطاع محتمل بالتيار الكهربائي قد يحصل بفصل الشتاء بسبب الوضع الحرج بموضوع الطاقة التي وصلت إليها ألمانيا رئيس جمعية المدن والولايات جيرد لاندس بيلغ أطلق هذا التحذير وهو أمر يعني ليس بالقليل كون جمعية المدن والجمائندا نشتيتة بوند هذه الجمعية هي يعني قامت بعمل زيادة على ضرائب أمازون وديهائل وكل الشراء الأونلاين بسبب أنه أثر على المحلات بألمانيا وجعل إقبال الناس على المحلات أقل إذن هذا الكلام هو كلام لا يستعم به الآن أحد التقارير التي حصلت على تفاعل كبير عند الألمان وهي قلق الأهالي بألمانيا على أولادهم هذا هو مصدر التقرير كون الوباء أخبت سنتين من النشاط الترفيهي والرياضي عند أولادهم ولا نزمة الطاقة أدت إلى يعني غلق عدد كبير من المسابح المغلقة أو تقليل درجات الحرارة بها والأهالي أيضا قلقين لأنهم عندما سمعوا تحذيرات انقطاع التيار الكهربائي يخشون أن هذا الأمور قد يؤثر على صحة ولياقة أولادهم البدنية لأنهم يعتقدون أن أولادهم سيبقون بالمنزل كل هذا الأمر أدى إلى انعكاس على شعبية السياسيين الألمان والتي سنتطرق إليها الآن قبل أن ندخل بشعبية السياسيين عندما نشرت تحذيرات يوم أمس من انقطاع التيار الكهربائي شاهدت تعليقات كمية كبيرة من السخرية البعض يقول أنت تبالغ والآخر يقول أن الألمان دولة عظمى وهذه الأمور التي أنا أقولها لا تحصل بالواقع أنا لا أعلم من أين أتت هذه التعليقات أين يعيش الأشخاص الذين كتبوها ولكن الأمور التي أقولها يعني لها عواقب بحيث حتى شعبية السياسيين بألمانيا تغيرت فأنا لا أتي بشيء من جيبي فحسب آخر استطلاعات الرأي التي نشرت اليوم الأحد والتي عملتها بيلد أمزونتاغ أو بيلد أمزونتاغ وزير الخضر روبوت هابك الذي يؤيد فصل الطاقة النووية الموجودة لتوليد الكهرباء عن الخدمة خسر شعبية كبيرة جداً بسبب خوف الناس من أزمة الطاقة خوفهم جعله يتراجع إلى المركز الثالث بعد أن كان بالمركز الأول بالأسبوع الماضي وبالأشهر الماضية أيضاً وله الآن 19% من الشعبية في حين صعد أولاف شولتس المركز الأول عند 24% وقد يكون خطابة قوي بالبرلمان هذا الأسبوع لعب دور كبير بهذا الأمر بالمركز الثاني فيردرش ميتس عند 23% وهو يعني خليفة ميركل رجل بحزب التسيدق يعني ربما تكون شعبية ارتفعت بسبب انتقادة لسياسات الحكومة تجاه أزمة الطاقة تخيلوا كل هذا وبعض المتابعين يعني لا يصدقون بما نقول ويتهموننا بالمبالغة أو نشر أمور لأجل إخافة الناس مع العلم أنا لا يفرق معي إن كانت الأمور التي أنشرها هي سلبية أو إيجابية أنا فقط ما يهمني هو أن أشر لكم كل شيء لا أحب أن أنشر أشياء سلبية فقط لأنها سلبية أو جميلة فقط لأنها جميلة أنا فقط أنشر الواقع الموضوع الآخر أصدقائي أيضا يرتبط الموضوع الأول الموضوع يقول هو تقرير تم نشره هذا اليوم بتاقس شوهو الإخبارية الحكومية إن كثير من المدن نفذت خطة توفير الطاقة وانطفأت الإنارة بأبرز معالم المدن ومجسراتها تكلمنا عن هذه الخطة بسبب أزمة الطاقة يعني واحد تسعة تم تطبيق هذا الأمر بكل ألمانيا المحلات ليلا تطفئ الإنارة ويعني معالم مهمة بالمدن والولايات يجب أطفاء الإنارة عنها لأجل توفير الطاقة ولاية راينلاند بفالز تتميز بأنها أول ولاية عمل الترشيد باستلاك الطاقة حتى قبل بقية الولايات الأخرى على سبيل المثال جسر ثيودور هويز وقصر الإمبراطورية والغيصرية أيضا غير مضائين الآن تقريبا كل معالم الولاية مظلمة بالليل ما عدا الكاتدرائية بها ضوء قليل جدا وهذه الخطة تنطبق بعد الساعة العاشرة ليلا وهي يعني نجحت براينلاند بفالز ووفرت 15% من الطاقة الكهربائية أحد علماء الحشرات والطبيعة من مؤسسة نابو السيد ميشالسكي يقول أن إجراءات توفير الطاقة عملت تغيير كبير بحياة الحشرات التي كانت قبل اختراع الكهرباء بوقت الليل تسير باتجاه القمر يعني ليلا تسير باتجاه القمر والنجوم ولكنها الآن مشتتة بسبب الإنارة البشرية وإجراءات التقنين براينلاند بفالز بانت ثمارها يعني الآن الحشرات بالليل تتحرك صح ما لك تأثير منه يعني تأثيرات المباني والإنارة ولكنها تتحرك بحرية أكثر ويعني تنتشر بشكل صحيح أفضل من السابق وتنقل فائدة كبيرة للنباتات مثل يعني نقل حبوب اللقاح أو كغذاء للحيوانات تخيلوا يعني كم هي التأثيرات التي بانت بهذا التخفيض البسيط باستهلاك الطاقة الكهربائية الآن الموضوع الآخر أصدقائي كان هناك يوم أمس كلمة مؤثرة لمستشار الألماني السيد أولاف شولتس أو هي كلمتين أولا نشرها بحسابه على تويتر كان يريد بها طمأنة السكان بألمانيا بسبب أزمة الطاقة وقال لا تقلقوا سوف نتجاوز هذه الأزمة بنجاح وأن ألمانيا دولة قوية ومستعدة لجميع الاحتمالات التي قد تحصل بالطاقة يعني الدولة هنا مستعدة لكل شيء وأكد أيضا أن النظام بألمانيا هو نظام تضامني وستتضامن الدولة مع من يعانون من صعوبات مادية أو عدم مقدرة لديهم على دفع الفواتير يعني فواتير الطاقة الكهربائية أو التدفئة وتحدث أيضا بخصوص الغاز الروسي وقال أن نوردستريم واحد الخط الرئيسي الذي يغذي البلاد بالغاز هو الآن مغلق كل ين من قبل الجانب الروسي وكانت حجة روسيا هي حدوث مشاكل فنية تتطلب الأصلاح وقال السيد شولتس أن روسيا تتخذ المشاكل الفنية كحجة لقطع الغاز كون شركة سيمينز الألمانية ذكرت أنه يعني لا يوجد مبرر لقطع الغاز وهذه المشاكل الفنية كانت تحصل قبل الحرب ولم يقطع الغاز آنذاك والسيد شولتس قال أن روسيا تريد رفع العقوبات عنها مقابل رجاع الغاز وقال أنها تريد فتح خط الأنابيب نوردستريم الثنين الذي انتهى منه العمل بالعام الماضي لأجل تصدير الغاز ولكن ألمانيا لا تسمح بهذه الأمور لأنها خاضعة للعقوبات الغربية يعني روسيا خاضعة للعقوبات وهذا الأمر هو غير مسموع وقال أيضا أن الأنبوب والغاز الروسي حسب اعتقاده سيبقون مغلقين طول فصل الشتاء وأن وضع ألمانيا هو جيد نسبيا لأن لديها خزين مقدارة 87% بنفس الوقت كان للمستشار كلمة يوم أمس مع حوالي 600 شخص من رجال الأعمال وممثلي الأعمال ببادل بوتنبرغ الذين كان لديهم خوف بسبب أزمة الطاقة هو طمأنهم وقال أن ألمانيا منفتحة على دول العالم وأن العالم أصبح متعدد الأقطاب عليك النظر إلى أفريقيا وأمريكا الجنوبية وهناك عدد كبير من الدول المؤثرة وأن التعاون مع الدول البعيدة أو القريبة أو العولمة التي هو يؤمن بها ستجعل ألمانيا والعالم يتجاوز أزمة الطاقة ودافع عن الجراءات التي فعلتها ألمانيا للتخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية والغاز وقال لم يتم حل كل المشاكل ولكن نحن حققنا نجاح كبير وقال كلمته المشهورة يعني سوف نتخطى هذه الأزمة أو سوف نمر من خلال هذه الأزمة ونتخطى تبعاتها الآن أصدقائي نتحول للموضوع الآخر تبحث سويسرا عن مكان لرمي نفاياتها النووية منذ أكثر من خمسين عام والآن عثرت على مكان لطمر نفاياتها النووية ولكن المكان قريب على الحدود الألمانية وهو واحد من ثلاثة أماكن مرشحة للطمر النووي وهذا المكان هو قريب على نهر الرين الذي يعتبر أهم نهر بألمانيا بسبب هذا القرار الألماني الآن لديهم نوعا ما قلق وخوف مما قد تسبب النفايات النووية التي سيتم طمرها بأعماق الأرض وهناك منظمة سويسرية اسمها ناقرة وهي مسؤولة عن أمور السلام النووي هذه المنظمة حاولت طمأنة سكان المدن الألمانية القريبة عن أماكن الطمر النووي وقالت أن الأماكن المرشحة الثلاثة للطمر النووي تم اختيارها وتم اختيار مكان واحد من الأماكن المرشح وهو نوردليش ليغل اللي يبعد خمسة عشر كيلو متر عن ولاية بادن فوتنبرغ ما يميز هذا المكان حسب هذه يعني المؤسسة المسؤولة عن السلام النووية أنه يوجد بها نوع من الصخور أو نوع من التربة تمنع تسرب المواد النووية المطمورة تحت الأرض أصدقائي لهذا الأمر يعني سبب قلق عند سكان القمايندات أو المدن القريبة على الحدود السويسرية تحديداً عند هذه الأماكن كون يعني مياه الشرب خائفين أن تتأثر كون مياه الشرب يعني أغلبها من المياه الجوفية الموضوع الآخر أصدقائي على الرغم من أزمة الطاقة لا تزال هناك أفكار بألمانيا بإنهاء عمل المحطات التي تولد الطاقة الطاقة النووية حسم أمرها الآن الفحم الحجري هناك أفكار لغلق محطات الطاقة يعني عن طريق الفحم الحجري التي تساهم بتشغيل كهرباء ألمانيا بنسبة كبيرة جداً لا يستهان بها الآن بألمانيا هناك ضجة كبيرة واستياء من تصريح السياسية والقيادية بحزب الخضر السيدة ريكارد العنق التي قالت للصحافة الألمانية أنه من الضروري بالنسبة لألمانيا أن تخرج من الفحم الحجري بحلول عام 2030 لأجل تحقيق الأهداف المناخية وقالت أيضاً أن موضوع الخروج من طاقة الفحم الحجري سيكون هدف رئيسي من هداف حزب الخضر الذي سيتم مناقشته بالشهر القادم باجتماع الحزب وكان اتفاق الحكومة الألمانية يعني الكوالتسيون فيتغاق قبل تشكيل الحكومة كان الاتفاق هو موعد نهاية الفحم الحجري بعام 2038 ولكن هناك رغبة وإمكانية من قبل بعض الأحزاب الألمانية بيجعل الموعد بحلول 2030 عن طريق تخلص تدريجي بنفس الوقت أيضاً يوم أمس وزير المالية الألماني سيد كريستيان ليندنا قال أن الوقت قد حان لاستخراج الغاز الطبيعي الموجود بألمانيا عن طريق التكسير الهايدروليكي هذه الطريقة يعني ينتقدها المدافعين عن المناخ وقال الوزير كي لا نمر بأزمة الطاقة هذا الأمر ضروري بنفس الوقت هذا الأمر لا يناسب حزب الخضر وهو ما جعل رئيسة الحزب السيدة ريكاردا لانغ ترفض حتى فكرة الترويج لهذه الطريقة اللي هي التكسير الهايدروليكي الآن ننتقل للموضوع الآخر أصدقائي بسرعة وباختصار في تقرير نشرة بالصحافة الألمانية مصدر الشرطة الفدرالية الألمانية يبين أن عدد دخول اللاجئين بطريقة غير شرعية سجل زيادة كبيرة بهذا العام وتحديدا بالأشهر الأخيرة من الصيف والتقرير لا يشمل دخول اللاجئين الوكرانيين بل دخول اللاجئين الآخرين فقط بشهر ينوى شهر واحد من هذا العام دخل ألمانيا حوالي 4400 شخص بصورة غير شرعية وبشهر يوليو تموز ارتفع عدد الداخلين إلى ألمانيا إلى 6900 شخص فقط بيوليو تموز النصف الأول من 2022 حسب التقرير شهد دخول 36 ألف لاجئ بصورة غير شرعية وهو زيادة بمقدار الضعف عن ما كان عليه الحال بعام 2021 المتحدثة باسم مزارة الداخلية تقول أن معظم الداخلين لألمانيا بشكل غير شرعي يأتون عن طريق دول البلقان يعني الصربية ومقدونيا وبقية الدول وجنسيات اللاجئين الداخلين عن طريق هذه الأماكن لأغلبهم سوريين وأفغان وأتراك وعراقيين وتونسيين هذا هو فقط ما تم ضبطه من قبل دوريات الحدود الألمانية بينما يعتقد بأن الرقم الحقيقي هو أعلى بكثير وتشير التقارير لأن النمسا الآن تواجه أكبر تدفق للاجئين منذ عام 2015 ويعتقد أن التدفق سوف يزاد أكثر وأكثر بالأشهر والأيام القادمة بهذا الموضوع نكون وصلنا للنهاية إشارة تكونوا استفادية وتحياتي لكم مع السلامة